مستحيل تشتري الكريب بعض النهاردة بكوبايتين دقيق وبدون حليب ولا زيت هنعمل 40 واحدة كريب زي اللي احنا بنشتريهم من بره ويمكن احسن كمان وهقولك ازاي تحفظيهم وتخزينيهم اول واحدة زي اخر واحدة بس قبل ما نبتدي اتمنى تدعميني بلايك وتعليه ولو اول مرة بتشوفيني انا مونة امين يسعدني جدا وجودك معايا يلا نسمي الله ونبتدي في الاول كده جبت بولا وحطيت فيها اتنين بيضة بحرارة المطبخ بعد كده حطيت شوية من الفلفل الاسود وشوية من الملح خفقتهم كويس جدا مع بعض كده لغاية ما كل الخليط اندمج مع بعض طبعا احنا هنعمل كريب حادق عشان كده انا حطيت فلفل اسود لو انت هتعملي كريب حلو هتستبدلي الفلفل الاسود بالفانيليا بعد كده وضفت معلقتين كبار من الحليب البودرة ويفضل يكون نوع جيد علشان الكريب يكون طعمه حلو بعد كده ضفت اول كباية من المياه وقلبت كده كويس وبعد كده ضفت تاني كباية انا ضفت كباية بمياه واحدة بس في الاول عشان اقدر ادوب الخليط كويس كده بعد كده نزلت باول كباية دقيق وقادي تاني كباية من الدقيق وابتديت بقى ان انا اقلبهم كده بالمضرب اليدوي ولو انت عايزة تحط الخليط ده كله في الخلاط مفيش اي مشكلة قلبت كويس كده وفي الاخر ضفت اخر كباية بمياه معي كبايتين دقيق بيتضف لهم 3 كباية من المياه هقلب كويس جدا كده وده بيكون الخليط والقوام شايفة؟ يعني ولا بيكون تقيل ولا خفيف بعد كده جبت بقى مصفة دايقة وابتديت ان انا اصف الخليط ده عشان اتأكد انه هو مفوش اي شوائب وانا بعمل الكريب تظهر معي شايفين؟ هو ده اللي انا كنت بتكلمكو عنه خلاص كده خليط الكريب بتاعي بقى جاهز في الاول جبت بقى الطاصة بتاعتي وابتديت ان انا احط فيها شوية من الكريب واحرك هيمينو الشمال كده لسه مرفعتهاش عن نار ولا حاجة طبعا انا بعمل الخطوة دي عشان اتأكد ان الكريب بتاعي يكون مفروض ولو الطاصة سخنة الكريب هيبتدي يمسك بسرعة ومش هلحق افرده فيفضل ان انت لما تحطي الكريب يكون الطاصة بتاعتك تكون برده بعد كده اول ما بينشف زي ما انت شايفة كده ببتدي قلبه الناحية التانية طب انا هعرف ازاي الاطراف بتسيب الطاصة وحجمه بيكش شوية بعد كده هبتدي قلبه الناحية التانية والنار هنا هتكون متوسطة ده بيكون شكله هبتدي بقى ادوس عليه كده عشان اتأكد انه هو استوى كويس بعد كده جنبي بقى فوطة نضيفها نشفة اي كريب باية بطلعها بروح حطها في الفوطة دي علشان ما ينشفش مني انا خلصت كل الكمية اللي معايا وعملت 40 قطعة بكوبايتين دي بس شايفة الجمال والحلاوة مستحيل تشتريهم من برة تاني طبعا عشان تحفظيهم وتخزينيهم اهم حاجة الكريب بتاعك يكون بارد خالص كده وبعد كده تجيبي بقى اكياس وتبتدي بقى تحطي الكمية اللي انت عايزيها وجوه الكيس وتدخليها في الفريزر وخلاص تقدري تحتفظي بيها شايفين بقى الجمال والحلاوة يارب الفيديو يكون بسيط وعجبكو ولو عجبكو ما تنسونيش في اللايك والتعليم